قدمت لينة الأمن التي أسر بإقليم البطحة نتائج عملها لحكم الإقليم جان برنار بداري حيث عرض اللينة عدد من الذخائر الحياة والأسلحات النارية محمد طاهر جبريل الحوم لجنة الأمن المشتركة الإقليمية التي أسسها حاكم البطحة تقدم حصلة عملها للأيام الماضية بحسب مقرر اللجنة عبود أحمد لقد بدأت اللجنة مداهمتها بمدينة آتيا حيث استطاع أفرادها ضبط خمس سلاحا ناريا وثمانية أجهزة للتنقيب عن الذهب وفي مدينة الجضع تم ضبط سلاحا واحدا أما في مدينة أم حجر فبالجملة سبع مسدسات بكل أنواعها إثنى عشر رشاشة وجهازا للتنقيب عن الذهب هي جملة ما تم ضبطه من قبل اللجنة رئيس اللجنة المشتركة للأمن قائد قوات الدرك الوطني الجنرال هوادي جاگير طمأن الحاكم بأن قوات الأمن والدفاع مستمرة في عملها لإنهاء ظاهرة قطاع الطرق وسرقة المواشي حاكم إقليم البطحة جون بيرناير باداري بعد أن يمتدح جهود اللجنة الأمنية المشتركة قال إنه بالرغم من سعة الإقليم وقلة الإمكانيات فإن إدارته مصرة لمحاربة عدم الأمن ونشير إلى أن اللجنة الأمنية المشتركة منذ تأسيسها قامت أيضا بالمساعدة على جمع الضرائب ومستحقات الدولة الأخرى ترجمة نانسي قنقر